لكن هو الوداد اللي وصل للنهائي هو الوداد اللي سجل هدفين في مرمى سانداونز في جنوب أفريقيا حتى لو كان سانداونز سجل واحد منه في مرمى هو الوداد اللي مخصرش من سانداونز على ملعبه خلي بالك وبعدين يا أخي مو ده اللي كسبك في البطولة اللي فاتت مش هنتكلم على فريق من 7-8 سنين عزيزي الأهلاوي الجميل اللي انت سمعته ده جزء بسيط جدا من اللي هتسمعه وتشوفه في الفيديو ده عن أحمد الطيب وكلامه وتصريحاته ضد النادي الأهلي بسبب وصول الأهلي لنهاء دور أبطال أفريقيا وقد إيه الحقد والغل اللي جواه ظهر فعلا في التصريحات اللي قالها دي وأنا جايبها لك وهنرد عليها وحدة وحدة هتقول لي ماينفعش نتكلم وماينفعش الرد أقولك لا في الوقت ده لازم نرد عليه لأن اللي بيعمله أحمد الطيب ده هو هدم لثقة النادي الأهلي وثقة جمهور النادي الأهلي في فريقه وفي كيانه بالذات في الوقت ده الوقت اللي المفروض كل الجمهور يدعم فقط النادي الأهلي علشان خاطر يكسب الحديقة عشر إن شاء الله فطبعا الكلام ده كله أكيد مش عاجب لأستاذ أحمد الطيب فطلع بقى إيه يدس السم في العسل لأ وكمان بيقلل من وصول النادي الأهلي النهائي بطريقة مستفزة جدا اسمع كده أنت ما وصلتش بنسبة عن جدارة بنسبة مية في المية أنت واصل بمساعدة الغير وإن كانت هي كرة القدم موجودة يعني الهلال السوداني أثبتك كفاء أو وصلت برافع ليه طبعا بس أنت وصلت بإيجادة غيرك من ناحية وفاشل غيرك من ناحية يا راجل حرام عليك الأهلي وصل بمساعدة الغير هو في حاجة اسمها مساعدة الغير أنا مش فاهم فيه إيه إيه اللي أنت بتقوله ده الأهلي وصل لأنه هو بطل الأهلي وصل لأنه آه فيه ظروف خدمته بس في نفس الوقت هو كان فيه ظروف أفضل من كده وضعت من إيده مفيش مشكلة عادة جدا بيحصل كتير حضرتك مثلا السنة اللي فاتت كسبت الدوري عشان خاطر الأهلي اللي كان متصدر كان بيخسر أقولك أنت كسب بمساعدة الغير هو فيه كده يعني هو فيه كده في كرة القدم أكيد النادي الأهلي وصل عشان خاطر هتطلع تقولي أطهر الطاهر وضربت الجزاء والحوارات دي طم محمد هادي هنا قدام سندونز مضيع ضربت جزاء المشكلة يعني الأهلي وصل لأنه فريق كبير فريق بيستغل كل حاجة فريق عاد بكوة جدا رغم الهزيمة اللي انت طالع تنبط عليها وما فيكهنة للنهار وعمل على صفحتك كل شوية بوستات خمس السندونز خمس السندونز المشكلة فما خدنا خمسة بس بنوصل للنهائي برابع مرة على التوالي انت فين وطالع يقولك أن لعيبة النادي الأهلي مفهمش حد كويس وجودتهم قليلة جودة اللعيبة يعني وأن احنا يعين بنعلّ لعيبة الأهلي على الفاضي اسمع كده بيقول إيه لأن النادي الأهلي وإدارته الإعلامية بيعملوا حاجة حلوة لكن لازم يبقى لها كياسة شوية النادي الأهلي اي لعيب يجيبهون اي لعيب يطلعهون اي لعيب يلعبد البركونية حلوة ايوة بس خش في الواقع هتلاقي الكواليتي ده بالشكل ده نادي الاهلي عنده مشاكل في الكواليتي اللاعبين الكل متفق عليها حتى وإن كانوا الفترة الأخيرة ماشيين كويس ما بيخسروش يا راجل جودة لعبة الاهلي ضعيفة وقليلة وإن إحنا بنمجد فيه مع الفاضي وفي ناس كتيرة معترفة إن لعبة الاهلي جودتها قليلة يا راجل اتقل لا جودت مين له قليلة يعني الشنداوي مثلا قليل يعني عبد المنقيم في الدفاع وحش ده بشهادة كل الناس كويس جدا مرهان أسد خط الوسط وحش اليو ديانج وحش تهربة اللي مولع الدنيا وعمل موسم رائع جدا مع النادي الاهلي وحش كل لعبة هفضل أعدلك لعب لعب وحش ده حتى اللعيبة اللي بالنسبة لجمهور النادي الاهلي مش أفضل حاجة هي كويسة جدا ولكن الجمهور محتاج أعلى محتاج أكتر فجودة لعبة النادي الاهلي أفضل شيء وفعلا محققين أرقام هيلة جدا جدا وبشهادة كل الناس والمحللين اللي بفهمه كورة جدا طبعا خلص من اللعيبة ودخل على كولر وقال لك إيه اسمع كده بقول لك كولر زبط اللعيبة زبط الفرق أيوة لأنه عنده 8-9 متشات مؤجلين لو كان بيلعبهم كان زيه زي موسماني زيه زي فريرة واللعيبة استهلكت واللعيبة انت بالك 7-8 متشات ما بتلعبش ما انت مرتاح خد راحتك يا راجل كولر مريح بقاله 7-8 متشة مريحهم فين هو عشان ملعبش في الدوري يبقى مريح هو احنا يا جدعان بنقول اي كلامه خلاص ولا ايه بالزبط احسب كده متشة الاهلي ومتشة الزمالك هتلاقى ان الزمالك لعب اقل من الاهلي بماتش واحد يعني الاهلي لعب اكتر لأن الاهلي لعب في كاس العالم الاهلي كمل في بطولة افريكيا اللي انت طلعت منها الاهلي لعب متشة كثيرة جدا مش معناه ان في الدوري تأجله 7-8 متشة يبقى خلاص مريحهم ريحهم فين يا بابا ده بيلعب متشة اقوى منها خلاف السفر والانتقالات الكبيرة جدا في كارة افريكيا وخلاف متشته الجام ده في كاس العالم ده كله وتقولي ان كولر مظبطش اللعيبة ولا اي حاجة ولا له باسم ولا له تأثير وانه موسيماني ومش عارف ايه وفريرا يا جدع انت ازاي اصلا بتقارن موسيماني بفريرا ده موسيماني قدي فريرا تاتر اربع مرات لانه محقق ارقام كبيرة جدا مع النادي الاهلي اما فريرا عمل ايه مع الزمالي ولا اي حاجة فازاي اصلا بتقارن الاتنين ببعض هو اي كلام واي هاري وخلاص يا كابتن احمد كابتن احمد حرصيا باللي بيقوله ده بيقلل من ثقة جمهور الاهلي بفريقه وطلق يمجد في الوداد بطريقة غريبة جدا اي نعم الوداد فريق كبير وفريق محترم ولكن انك تتكلم عن الاهلي بالشكل السيء ده ده اللي ماينفعش والتوقيت ده كمان ماينفعش الكلام فيه بالشكل ده والمنظر ده وفكك بقى من السبزادات الرهيبة اللي عملت اعملها ده سواء ببوستات على صفحتك او حتى في حوارات تلفزيونية وطبعا احنا عارفين اسلام صادق جايبك ليه وفي الوقت ده ليه فعلى جمهور النادي الاهلي انه يدعم فريقه ويصق فيهم تماما ويفكوا من الكلام بتاع الناس ده لان زي ما قلتلك ووضحت لك ان كلامهم كله غرض غير واضح وغرض سيء جدا في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو مش تابعنا على الصفحة لاتبعنا دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته